حوار أونلاين الوزير السابق النائب الحالي مروان إحمادي أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان أهلا أستاذ جورج حكيت أنا وإياك أخذنا موعد الحلقة كان فيه هدنة بغزة الهدنة نهارت اليوم يوم قتال كمان شرس بمدينة غزة حتى بالجنوب اللبناني رجع توتر الوضع رح نحكي أنا وإياك بالمشهد الأقليمي وإنعكاساته على لبنان بس بدي أبدأ أنا وإياك حوار الليلة بزيارة لودريون لبيروت لأنه كانت الزيارة بتوقيتها ليفتي وبمضمونة لأنه الواضح أنه إجا وجه رسائل معينة بعدة مواضيع يمكن كان آخر اهتماماته الموضوع الرئاسي بس كان موضوع التمديد للعماد جوزيف عون وموضوع الـ 1701 بارز أنه مطرحين بقوة على طاولة البحث شو اللي استدعى زيارة لودريون لبيروت اليوم بهذا توقيت بالذات وشو النتائج الممكن يطلع منها شفناه إجا أوفال بلغ رسائل فقط إجا بالنتيجة تصدى للملفين الساخنين واللي هني أكثر عجلي بالنسبة للبنان ملف الوضع الإقليمي وأمنه وسلامته الوطنية ومن جهة تانية بقاء آخر المؤسسات اللي بعدها بتتمتع بثقة المواطن وبشيء من الانسجام والوضع الطبيعي اللي هو جيش اللبنان وبالتالي كان مبين من أول لحظة وقبل ذلك أنا كنت في باريس وشفت أصدقاء وهذا كان الهم الأول والقلق الأساسي هو أن ينزلق لبنان إلى هذه الحرب المدمرة اللي مبين فيها أنه إسرائيل بدون ما بالضرورة تفتح كل الجبهات توجه ضربات إلى جبهات معينة تترجع تجيب القرارات الدولية والمواضيع على الطاولة طبعا ما بدها تسمع بالدولة الفلسطينية وبحل الدولتين إذا بتلاحظ ما فيه تعليق إسرائيلي على حل الدولتين صحيح كل العالم عم يحكي بحل الدولتين فيه إجماع عالمي وفيه صد إسرائيلي ولا غدة فعلة وعند العرب أو عند بعض العرب المنحازين إلى محور الممانعة يعني مع إيران كمان حل الدولتين لا يعنيهم كثيرا لأنه حل الدولتين هو كم مثل اتفاقية الهدني بس إجا كم إشارة من حماس بهذا الموضوع إجا على لسان هنية إسماعيل هنية إيه بس من الجوة من الجوة جوة ما عم يحكوا أصلا هاديك قاعدين بقطر وطبعا قاعدين مرتاحين بقطر وقطر مراهن عليهم تتربط بين الميدان وبين الحل السياسي وبالتالي نقل القرار الفلسطيني من فتح والمنظمات الأخرى عبر السلطة الفلسطينية اللي هي كمان بدأنا أعترف أنه هل 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 هي نقلة ما فيك تجيب يحيى السنوار وتركبه رئيس جمهورية فلسطين بس يمكن بتجيب أحد قادة حماس السياسيين وبالانتخابات بعد هالمعمع اللي صارت والمجزرة الإسرائيلية بغزا شعبية حماس بتطلع شرط أنه تبقى حماس على قيد مش بس الحياة رح تبقى عقد الحياة بس تبقى على قيد بس تبقى حماس الأخ قادرة على السيطرة السياسية والإدارية على قطاع غزة وأنه تتحكم شوي بمفاصل الضفة الغربية اللي هو قائم حاليا بس قائم بس عم بيقمع بوحشية هائلة من قبل إسرائيل بلدي بلدي والبلدات الكبيرة جنين ونابلس والخليل فيها قتل عمليات قتل أخطر من غزة أخطني ساعد النائب مروان حمادة على غزة والحلول الممكن تخاط يعني عم تخيط دوليا لألة رحكمل بهذا الموضوع بدأ سنوات ألفل سنوات بالحرب اليوم مكملة أهداف إسرائيل واضحة بغزة هي القضاء على حماس إطلاق صراحة المحتجزين ووضع أمنة جديد بغزة يعني هيكل أمن جديد مثل ما قال أردوغام ممكن يكون ما بعرف هالأهداف بعد ما صارت الحرب لمدة خمسين يوم صار في هدنة سبعة أيام في كتير ناس تأملوا أنه هيدا الهدنة قد تستمر وأنه أهداف إسرائيل قد تنحصر بعد مفاوضات بموضوع الأسرة وإذ فجئنا من يومين بلش تطلع اللهجة بإسرائيل بقرع طبول الحرب واليوم رجعت يعني اندلعت الحرب من أول وجديد هل إسرائيل بظل الوضع الراهن وبعد حرب خمسين يوم ما قدر تحقق نتائج قدر توصل للأهداف السياسية تبولة أستاذ جورج سياسة إسرائيل مع العرب عموما منذ 1948 47 بس 48 تحديدا هي سياسة قتال ثم هدنة ثم قتال ثم هدنة أو يعني حروب جديدة كل 67 كان في حرب 48 56 67 73 والحروب الجزئية اللي مرت بينها خصوصا بقطاع غزة لبنان كان بالأساس وهوني نوصل لعمق قضيتنا لبنان كان بالأساس دولة مساندة انه العرب معترفين فيه عبر اتفاقية الدفاع العربي المشترك انه فيه دول مواجهة هي سوريا والعراق مع انه العراق ما عنده حدود مباشرة بس معتبر العمق لسوريا والاردن ومصر هاو دي المواجهة ولبنان دولة مساندة يعني بالمال بالديبلوماسية بالإعلام باعتناق القضية بالزهاي بلعنى الممتحدة سليمان فرنجيه هو حمل سليمان الجد حمل علم فلسطين سنة الأربعة وسبعين كان لبنان هيدا هو دوره الشي اللي اختلف قاله كله صاروا دول او مساندة او لا مبالية نحن تحولنا من دولة مساندة لجبهة مساندة لحرب لا لا ساحة ساحة لانه نحن منا دولة مواجهة لانه مش الدولة عم بتواجهة في قوة محلية مرتبطة بقوة خارجية عم بتواجه وحولت البلد بالقصف الجنوبة منه ثم بالبلد كله إلى ساحة هون المفارقة الكبيرة المفارقة الكبيرة اللي عم بتقلي لا دريان شو عمل ايجا يعمل هذا السؤال صحيح ايجا يقول وقفوا حذارة ايجا وحكي مع حزب الله وهن الدولة الغربية الوحيدة اللي بتحكي مع حزب الله بصراحة واحيانا بود وكانت ما ننسى اللي كانت تر من فترة كانت هي عم تسعى لتوصل مرشحه لرئيس الجمهورية ايه ودايما تمنع الاتحاد الاوروبي يعتبر حتى الجناح السياسي العسكر اللي حزب الله ارهابي بينما الجناح العسكري الكلمة تبرينه بس صغريا بالنسبة لفرنسا لما عم تحكي مع قيادات حزب الله عم تحكي مع الجناحين من هنديش فاجو يقولوا قوع لأنه فرنسا بعد خايفة على وديعة فكرت فيها سد العشرين على أشلاء السلطنة العسبانية ومن ضمن توزيعها هي وبريطانيا بالمنطقة اتفاقات سايكس بيكو معهدت سافر ترتيدو فيرسايل بدك ياهن أنه نعمل دولة تدريجيا دولة معروفة أنه لكي الأقليات تلاقي فيها مناخ وملاذ وبالوقت نفسه أنه تضم كمان أقليات أخرى هي أجزاء من أكثريات عربية أو أكستر عربية بالمنطقة ومع الدولة المدنية والتسطور اللي أورثته فرنسا والإدارة اللي كانت بمتازة أنه ملكي بيطلع منها الصيغة منها دولة لبنان الكبير وجعنا عملها أخذنا الاستقلال والميثاق سنة تاتة وأربعين ميثاق ميثاق كلك لا غرب ولا الشرق يعني لا بتدوب بالعمق العربي ولا بتنحاذ لما وراء البحار في الغرب هذا كله راح صحي كله راح المهم الإبقاء على هذه الصيغة واللقاش كان كتير حتى لقاشي ببريس أنه هل لازم نرجع نأسس لبنان يعني نرجع نركبه مثل ما كان بس مع تعديلات جوهرية أو بنا نرجع نفكر بكل الصيغة وننسى صيغة العشر في كتار ناس استاذ مروان أحمادي بيقولوا اليوم أنه لبنان تغير وجه لبنان بطل لبنان لا 26 ولا 43 ولا حتى لبنان 75 إذا بدك مش الحرب بطل هيدا لبنان 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 صار له وجه آخر وجه مقاوم وجه ممانع يعني جبهة قوية تخاف منها إسرائيل حلف ممتد من هون لديمشق للعراق لطهران اليوم والدليل اللي عم بيصير على حدود لبنان الجنوبية والجبهة المفتوحة مساندة لحرب هذا فيه ارقسام لبناني كبيرة حولها موضوع أنه لبناني صدف هو دولة مواجهة وهي هو الامتداد للامبراطورية الفارسية على المتوسط وعلى حدود فلسطين المحتلة من الوقت اللي سوريا اللي عم تنضرب ليلة نهار ما فيه مطار بيقدر يفتح حيدينا كلام أمين عم حزب الله سيد حسن النصران قال أنه هل يعرفين ظروفهم لقال عذر أقبح من الزنب لأنه الزنب هني ارتكبوه هني والنظام السوري لو تفاهموا مع الشعب السوري وفق القرار الفين ومتين واربعة وخمسين عملوا حكومة واحدة وطنية بسوريا ما زدتوا على الآخرين ملايين السوريين الأصيلين لأنهم من مذهب معين ما وصلنا لهون كان بقت سوريا هذه الدولة القوية اللي كانت حتى أيام عافظ الأسد بعد دولة قوية بس اليوم هيدا الواقع موجود هيدا الواقع ليش العراق شو؟ اليوم العراق؟ اليمن عبتقلي بحور الممانعة بس بحور الممانعة عم فك فك شو يعني شو العراق؟ تلتوا عند الأكراد وتلتوا بانتفاضة دائمة شفت ما حملوا رئيس بجلس نواب حد بوصي بحور الممانعة صح صح طيب والشيعة العرب العراقيين لأنه العراقيين كمان مقصومين شيعة بعامة النصر شيعة عرب مصيلين بالعراق بس مقصومين تصار فيعني ماد إيدا إيران من فوق هوا كلهم على لبنان بس هيدا مش مصدر قوي للبنان شفنا اليوم عم بيوقف لبنان بصدر ضعف للمنان بصدر ضعف للمنان استاذ مروان أحمدك مش مصدر ضعف مصدر يعني مش ضعف يعني عم بتعرض لبنان لخطر هائل كنا عم نحكي عن زيارة لودريون واستعرضنا هيك بشكل واسع وكبير تاريخيا موقف فرنسا من لبنان وإنه اليوم لودريون جاي عم بيوجه هيك رسالة لحزب الله للبنانية إنه انتبهوا الوضع خطير بالجنوب قد تكون الرسالة الأخيرة قبل وقوع الكارثة اللهم لقد بلغت كل مرة وطيرة الحديث والحكي وخطورته والتنبيه عم بيكون أعلى من المرة الماضية لأنه المخاطر عم تتراكم ولبنان ما عم بيتحرك عم بيواكب بصمت حكومة بصمت حكومة عندنا بتسلوا بالكوب ها المناخ جيد للبنان بس مناخ لبنان شو؟ بس قاله رئيس الحكومة إنه هو ما قاله علاقة وما طالع بإيده شيء قرار السلم والحرب مش بإيده لا أمنه محافظ بيروت رئيس الحكومة هو رئيس حكومة لبنان ما عم يحكي الواقع أستاذ مغوان أحمد ايه بس الواقع بتتصدله بتقول أنا ما بقدر بس أنا بقول ما طلع وقال بصراحة قال ما بدنا ندخل بالحرب وكذا بس ما حدا عم بيسترجي لا يواجه إسرائيل ديبلوماسيا لا بالأمم المتحدة جديا عم نضعت رسائل واحتجاجات بلا طعمي جديا نرفع قضية لبنان يمكن قدام مؤتمر جديد قاله يا أخي نحن صار مصيرنا بخطر مش سيادتنا كانت سيادتنا وحدودنا وعافيتنا الاقتصادية ومؤسسات الدستورية كله راه هلأ صار المصير البلد بخطر حان الوقت أنه تتماسك اليوم ماسك الشعب اللبناني عبر قياداته إذا بعد فيه قيادات مستعدة لذلك ويطرح موضوع لبنان متل ما مطروح موضوع فلسطيني وموضوع غيره أستاذ مروان حمادي حضرتك بتعتبر أنه هذا الموضوع يعني بيهدد مصير لبنان فيه طرف آخر بلبنان عم بيقلك وقال السيد حسن نصر الله قال أكتر من رسالة تهديد مسؤول كبير كمان أيضا بإيران بيقول حوالي 160 ما بعرف إذا أنا الرقم عم بنقله دقيق بس أكتر من 100 رسالة تهديد لحزب الله تما يفوت بالحرب توجهت له والرجل عم بجنوب عم بمارس يمكن يعني بحكمة شوية زغيرة بين هلالين متل ما بيقولوا أنه تما يروح لحرب واسعة بس كمان الجنوب متحرك وأكبر دليل مع عودة الحرب بغزة هناك عودة التوتر إلى الجنوب يعني هناك فريق آخر كبير بلبنان كمان مش بوجهة النظر اللي عم تقولها يعني ما حاسس بالمخاطر اللي أنتو عم تحسوا الفريق اللي ما حاسس بالمخاطر هو الفريق اللي مغلب أساسا مغلب ما تقرره إيران وقيدتها على كل الاعتبارات اللبنانية ومش من اليوم صلنا مش عشرين سنة هيك ولكن هذا الفريق في حده فريق أكثري ما رحقول سميه سيادي وكذا أكثري لأنه حتى ناس بتحالفين مع الحزب أو على علاقة وديية أو طبيعية مع الحزب ما عم بيلك بيهددوا الحزب بينصحوا الحزب بكلام حقيقي إنه أوعى أوعى حرصا عليك وعلى أهلنا بالجنوب وعلى كل لبنان إذا هاضي الاعتبارات التلاتي عم تقصد يعني الطيار الوطني الحار حتى الطيارة نعم حتى الطيارة أنا برأيي حتى المرادة سليمان فرنجية هي ممكن بدوا يعمل رئيزهمورية بس ما بدوا يسلم أشلاء يعني أنا أحكي الأمور مثل ما هي ما بدوا يسلم أشلاء وهو على حق بذلك أكيد نصايحه نصايحه مش العلنية بس نصايحه أنه يا أخي حذار من الإنزلاق إلى هذه الحرب ما حدا عم بيهدد حذار ما عم نقول له راح نجي نصطدم فيك نحنا ما منقدر وما بدنا نكون بأي طريقة من الطرق حلفة لإسرائيل بهالشغلة بالعكس بس ما بدنا نكون حلفة ضد لبنان مع أي فريق الكام طيب خليني أرجع لزيارة لدريون من باب الجنوب يعني شو قال بالظبط وجه رسالة تحذير أنه ما ننخرج بالحرب بس في حاجة كمان الوضع خطير بل أخطر من قبل وكأنه حاسس أنه الهدنة ما راح تهدي كلهم حاسين الأمريكان حاسين العرب عارفين إذا بلاحظ كيف صار فيه انكفاء شوي مصر شوي يعني خففت اللهجة حتى قطر بتخلي بعد بذور الأمل بتقول القتال رجع بس نحنا بستمرين بالتفاوض بس لأمت التفاوض والدي بد يروح بعض ناس من الأبرياء بغزة يقتلوا لحتى ما راح إسرائيل ما راح تقدر تلغي حماس يمكن بتحد من دورها من موقعها في المباحثات الآتية ولكن عادة القوى اللي بتقاوم وبتتهم بالإرهاب أحيانا كتير شوف الجزائر صارت هي المحاور الأول لدوغول وأخذت الاستقلال ونظمة التحرير الجزائرية خليني بس كمل بالجنوب بالألف وسبعمائة وواحد لأنه إجا على لسان لودريون كما نقل عنه أنه طالب بتطبيق هذا القرار تطبيقه جديا وطالب بمنطقة عازلة هل صحيح هذا الكلام بالجنوب وكيف ممكن يتطبق هذا الموضوع اللي ما تطبق بعد حرب الألفان وستة كيف ممكن يتطبق اليوم وهل ما طلوب حرب جديدة ما هو لأنه بدنا نتفادى حرب جديدة هم نقول لأنه طبق أكثر مما طبقناه لأنه ما طبقنا شي بعد أسبوع من اعتماد الألف وسبعمائة وواحد صار في تخلي من جزء من السلطة اللبنانية عن النقاط السابع اللي حكومة فؤاد سانيورا بنت عليها الحصول على الألف سبعمائة وواحد من دون الفصل السابع اللي هو الفصل يفرض على الدولة بالقمع تطبيقه يعني ما انطلب أنه ينتجي قوات دولية وتؤوس على كلمين حامل سلاح بالجنوب قوات دولية تطبن حفظ السلابية هيدا القرار كيف ممكن يتطبق اليوم وانت عم تقول مش تحت الفصل السابع يتطبق بده اتنين طيب تطبوا هذاك إسرائيل تطبوا لأن إسرائيل تحججت فينا حتى ما تطبوا وكمان هي أمعنت في عدم التطبيق تحليقا وبحرا وأرضا وعدم الامتثال بالنقاط بخط الهدني لأنه كلها منعرف أنه الخط الأزرق منه خط الهدني سنة التسعة واربعين لبنين رجح حدوده المعترف بها دوليا من الف تسعمائة وعشرين وما جازف فيها بالسبعة وستين كان فيه بعد نظام شهابي صحيح عبر الحرب السباحة كان فيه وزير خارجية حكيم وعاقل اسمه فليب تقلا ولم يقبل أن يدخل لبنان في هذه الحفلة راح منا مزارع شبعة بس ما كانت بحوزتنا كانت بسيطرة عليها الجندرمة السورية والجيش السوري بحجة أنه ضبط التهريب والتهريب بس بدهم ياخدوا هذه تخوم جبل الشيخ بالآخر إسرائيل أخدتها واعتبرت أنه أخدتها بالسورية وطبقت علي القرار بـ 42 كيف ممكن ينطبق اليوم يعني نحن رايحين على حرب جديدة دربات إسرائيلية لحرب ما بدأ حرب جديدة بس كيف تطبقوا بدك تحكي مع المجتمع الدولي يعني أجي حكي لودريان غدا اجتمع بحزب الله عبر محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اجتمع بكل الأطراف شو الوسيلة شو يعني بأي وسيلة بدو يتطبق ما طلب لودريان أستاذ جورج ما طلب تعديل 1701 وجعله قرار مفروض بالقوة بس طلب منطقة عازلة منطقة عازلة هي موجودة بالـ 1701 طرف يعني حزب الله ومفهوم للـ 1701 ما فيه ما فيه قصة مفهوم شو مكتوب رجعت قريدت اليوم بحزفيرو 1701 يمنع موجود أي سلاح أو عناصر مسلحة جنوب نهر اللي طالب والسلطة بتكون كليا للقوة المسلحة للسلطة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة بدي إليك شاهدة شاهدة من أول يوم وقت التعدل القرار مش تعدل يعني وقت النزادة عليه جملة 1701 وقت التجديد لولاية اليونيفيل قامت لأيامي قامت لأيامي على أنه إذا اليونيفيل بحقق إلا تعمل دورية بدون التنسيق قامت لأيامي كيف بدك عم تطلب أنا هيك بدي عمليا على الأرض هذا الشيء مش قابل للتطبيق ما هو نرجع لمجلس الأمن للقرار القرار نفسه نرجع نقراه كلنا بهدوء وننفذ بعض بنوده لمنع الحرب مش إنه والله خضعنا لما تفرضه هدر إسرائيل يوم بعد حرب غزة والورطة اللي هي موجودة فيها لأنه لا يمكن إسرائيل بدأ أنه نتورط وتضربنا وبعدين نروح على الأمم بالتحدي تاخد قرار آخر ما بدنا شيء بدنا نبقى مثل ما كنا نرجع كنا نحن نطالب وحزبنا كان يطالب والأستاذ وليد جبلات كان يطالب بتطبيق اتفاقية الهدنة طيب إذا طبقنا لألف وسبعمائة واحد من يواجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان؟ الجيش اللبناني الجيش اللبناني قادر الجيش اللبناني الجيش اللبناني بيقدير إذا عطيته القرار إذا عطيته القرار عنده الحجة إذا عنده الحجة بيجيب السلاح بس هلأ كلهم نعتبرينوا أنه هذا الجيش ما مغطى بقرار سياسي وبالتالي إذا عطيناه سلاح رح يصفي بمكان آخر من هوم نرجع لماهية وجوهر الدولي اللبناني لابد أنه نرجع نداوي القصة من أساسها أولا بدنا رئيس هلأ مش قادرين لأنه حرب دائرة ننتخب رئيس كل واحد ناطر كيبرا تتحول الحرب تيشوف لوين بده يجر الأمور بس في موضوع الجيش ليش لدريان إجا 1701 وجوزيف عون مش صدفة أنه آخر المؤسسات الأمنية ويمكن آخر مؤسسات الدولة اللبنانية الباقية هي الجيش اللبناني ما تروحوا بطريقهم رح أحكي بموضوع الجيش اللبناني اللي قالت أنه قلتلك مين بيرد الاعتداءات الإسرائيلية قلتلك الجيش اللبناني اليوم الجيش اللبناني كمان أمام مفترق خطير يعني تنتهي ولاية قيد الجيش اللبناني بدنا نقضي عليه بخضاء قيادته كمان لودريان حمل هذا الموضوع معه على المسؤولين اللبنانيين كيف ممكن المخارج الممكنة لتفادي الشغور بقيادة الجيش شو طلب لودريان شفنا كان عنده اجتماع عاصف مع رئيس طيار الوطن الحر جبران باسيل لأنه رافض هذا الموضوع كليا ومعروف أنه حزب الله يساير أو يماشي الطيار الوطن الحر بعدم التمديد خوفا من الحلف ما بعرف شو الأسباب الموجبة بس يماشي يساير الطيار الوطن الحر شو المخارج الممكنة لتفادي الشغور اليوم بقيادة الجيش أعتبر أنه حزب الله بيتكيف بتمديد مؤقت لقائد الجيش أولا هذا القائد لم يصدم به حزب الله وإذا قاله مأخذ أنه والله بيجيب شوية سلاح من أمريكا وفرنسا وشوية دولارات طيطعم العسكر من قطر ما هي يعني هاي دي مأخذ أساسي حزب الله بيصرح ويمرح بالبلد الجيش ما تصدّاله ما تصدّاله الجيش محترم ما ورد في بيان وزاري اللي ما عاد جيشه شعبه مقاومة صار أنه حق الشعب اللبناني في المقاومة عن أرضه إذا تعرض له طيب فهيدا الموضوع أنا ما بحط اليوم مسؤولية العبث بقيادة الجيش على قرار من حزب الله بل على مسايرة حزب الله لحليفه المسيح الأخير المسيح الأخير لأنه حتى بالموضوع الشيعي نبيه بري مش مع جبران بسئيل بقضية جوزيفة بس كلنا منعرف أنه اليوم الطيار الوطن الحر بيقدر يعارض بس ما بيقدر يعطل إلا بمساندة حزب الله وحزب الله ما بيقدر يعطل إلا إذا نبيه بري ما دعا إلى جلسي السيناريوهات الممكن أنه نوصل لتنتفيد الشغور يعني في أما نحن قدام عدة احتمالات تعيين التمديد وتأجيل التسريح بالحكومة أو لأنه بغياب رئيس الأركان لأنه ما في رئيس أركان هلأ الضابط الأعلى رتبة بالجيش كيف لوين ممكن تروح الأمور وشو موقف مروان أحمادي واللقاء الديمقراطي بهذا الموضوع ما ننسى أنه كان في رئيس أركان من سنة وكان يمكن من الحلول السهلة التمديد له بطريقة من الطرق أو التعديل نحن قدمنا اقتراح التعديل بالتمديد عام لكل الضباط حتى وصولا إلى الضباط الصف وغيره عام حتى البلد ياخد نفس حتى انتخاب رئيس جمهورية هالشي ما أخد طريقه طيب اليوم رجعنا لنفس القصة إما بدك تأجل التسريح يقول وزير الدفاع أنه ما بيقدر يأجل تسريح ضابط عام بمرتبة قائد الجيش واليوم عاد كابراء هذا الموضوع وانا بتصور أنه بخطورة اللقاء بين لودريان وجبران باسيل كان خطورة اللقاء من غبطة البطريارك ووزير الدفاع واثنين يعني يمكن الأول انتهى بشكل يعني صاخب وام زلمي ومشي دراماتيكي عام مشي قال له ما عاد في سبب أو حتى نكفي الحديث بس أنه قاعد الأستاذ جبران عم بيعمله درس بأنه فرنسا بدل ما تعلمنا على القوانين والدستير واحترامها جاي تحرضنا على خرقة مين عم بيحكي؟ أستاذ جبران باسيل عم يحترم القانون القانون اليوم يمنع تأجيل التسريح القانون يمنع التمديد طيب نحن وصلنا لعدة مخارج أما الحكومة أما مجلس النواب أما مجلس النواب الحكومة بدو يجي الاقتراح من وزير الدفاع وزير الدفاع أو في دراسة عاملة أمين عام مجلس مزرع بقول له أن الحكومة هي قادرة على كل شيء لأنه هي رأس السلطة الإجرائية ولو في بالدستور سطر عن صلاحية الوزير الصلاحية الشاملة وتحريك القوى المسلحة والسلطة الإجرائية كلها بيد مجلس الوزراء مجتمعا بس مجلس الوزراء مجتمعا بدك أول تجمع صحيح أمل محاولتان وما نجحت ما نجحت ترجع القصة عند مجلس النواب مجلس النواب ما بيدري عين ظابط ما بيدري سمي ظابط بالشغلته مجلس النواب بيدري عدل قانون أي شيء آخر يعني ممكن يصطدم المجلس الدستوري أو شيء من هذا القبيل بيقدر أعدل القانون يقول أنه مدة ولاية أو سن التقاعد للعماد قائد الجاية في اقتراح هو كذا بدل كذا هو سنة أكثر بدل سنة أبن بس هذا ما بيصير لمصلحة شخصية كمان لأنه بستفيد منها أي جهة لا فيك تعملها نحن عملينا لكل الظباط في عدة اقتراحات في عدة اقتراحات تطلع باقتراح بيعطيك نفس برجع بقول لحتى تنتخي برئيس جمهورية الجو اليوم شو؟ موقفكن شو؟ موقفكن شو؟ موقفكن شو؟ موقفكن ضد موقفكن ضد تعيين أي الجيش بغياب رئيس الجمهورية صحيح؟ موقفكن مع التمديد وتمشوا بحل من هؤلاء بمجلس النواب ايه اذا استحال في مجلس اذا أجل قالو لكم بدنا نعين رئيس الأركان ورئيس الأركان بالدستور بالقانون هو بقانون الدفاع هو بيستلم محل أي دجاج ما بدنا نحن نتلطح لقضيه أنه عم نخطف موقع موقع مسيحي أساسي اتنين هو بخربة بكل تراتبيت الجيش لأنه رئيس الأركان بدك تجيبه من رتبة عميد تعمله لواء تعمله لأنه ما في رئيس أركان يعني ما في حدا بردبة لواء بدك تتخطى مئات العمدة يمكن أو عشرات العمدة تالتا بدك تحمل هذا الفريق مسؤولية قيادة الجيش وانسجام وكذا بوقت بهذه المخاطر في رأيي دوليا وعربيا ولبنانيا لازم يكون في قائد جيش هالقائد الجيش لازم يكون مسيحي وهذا القائد الجيش مرتكب شي جوزيف عون يمنع أن يمدد له بطريقة من الطرق مش هو وحده حتى ما نقال نعمل له بس يعني ما بقى عنا خيار إلا مجلس النواب أنا برأيي الرئيس المجلس كمعلومات عندك ساذ مروان إحمادي رح يدعي لجلسة بدي يدعي لجلسة مع جدوى الأعمال وهون بتتوقف القصة على طبعا انضباط النواب بتأمين الرصاب المستمر علما أنه هذا مش انتخاب رئيس المرية هذا قانون بده 65 نايم موجود صحيح من 65 33 بده عدله الدستور صحيح يعني القصص بعدله القانون سهلي كتير العملية سهلة إذا فيه إرادة أنه نية رحيس المجلس اليوم التمديد ونية حزب الله إذا حزب الله أباط وبالتالي حس حاله حر الرئيس بره أنه يلاقي مخرج لقضية بهذه الخطورة والنواب شعره أنه ما بتنترك آخر مؤسسة ما باعب فيه مؤسسات إدارة واقف فيه قضاء واقف كله راي على التقاعد كمان بالقضاء كله رايح على التقاعد طيب حتى بده يكون فيه شعور بالمسؤولية لا بالصغيرة ولا بالكبيرة لا بالحرب والسلم ولا بالحفاظ على المؤسسات لا هايدي الخيانة العظمة اللي عم بيرتكبوها اللي عطله رئيسة الجمهورية وقيادة الجيش ليش خياني وقت البكوء بيقلك طيار الوطن الحر أنا ملتزم بالأنون أي أنون أنون ما بيقول لا لا بدي الزابط الزابط الأعلى رتبة الزابط الأعلى رتبة أولا كاتوليكي بش مروض تاني الزابط أهلى رتبة ما بيحقل له نيح رغم أنه بالمجلس العسكري ما بيحقل له يحل محل قائد الجيش هايدي ما بتصير يعني بده بده يصير فيه تعيين وإذا التعيين صار ليه ما بيعينه قائد جيش بس ما بده بده تعين قائد جيش هو ما اختاره بده يربط رئيس الجمهورية المقبل واليوم كل مرافعة مريس سليم أمام البطرة إنه ما في شي بيمنع بكرة رئيس الجمهورية المقبل يقل له لقائد جيش التعيين لستة شهر أو سبعة شهر مع السلامة بده يجيب واحد عخاطري لاش هو يلعب قائد الجيش فيك تشيله باديوم والتاني يعني هايدي الحجج اللي عشناها مع الطيار الوطني الحر كفى خربوا البلد باقي من البلد الجيش يتركوه طيب الاتجاه للتمديد برأيك شو بتشوف عملته جولة لقاء ديمقراطي حتى لودريون لما وصل عند الوزير بسيل قال له أخي أنا طالع من عند حزب الله ما شفت معارضة ويمكن هايدي خوطته لا جبران ما شفت معارضة ما قال له وافقه وقال له وكذا قال له ما شفت معارضة على تنرجع على لودريون شو السبب اللي عم بيخلي حكي باسم مجموعة الدول الخمسة صح وحكي عن إيادة الجيش اليوم ليه الدول الخمسة يعني متمسكه الأدب بجوزيف عون شو السر هيدا ما بيثير غيبة حزب الله لا بالدول يعني عم نحكي عن إيشها مثل ما هي بالدول الخمس في دول منها بعيدة عن حزب الله بتحكي مع حزب الله فرنسا بتحكي مع حزب الله فرنسا بيش قل له مغرومة بجوزيف عون قطر صحيح خطر 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 إذا ما بيجي ما بيتمدد لجوزيف عون بالمساعدات المالية بتوقف لا لا ما فيه تهديدات هيك فيه خوف حقيقي على انسجام الجيش وعلى وحدته إذا نجاب ظابط على خاطر بس صهر الرئيس السابق وضعضع الجيش وانتهت القصة مثل بتبانينات كل واحد حتى حطباطه لواء من قلوية الجيش وراح فيه ع منطقته ع طايفته مين بتحمل المسؤولية هادي آخر آخر خرطوشة عنها هي يبقى الجيش ننتخي برئيس نعمل حكومة جدية نرجع نضبط القضاء نشد شد الإدارة وبالتالي بترجع الثقة ولما بتجي الثقة بتجي المصاري بتجي مصاري اللبنانيين هلأ اللبنانيين أمام عند المشهد أنه الجنوب هيك والجيش هيك والاقتصاد هيك وما في رئيس شو رأيك اللي راحوا بمئات الآلاف رح يرجعوا عكي يرجعوا بيصيروا يترسخوا برا ما بدنا إياها يعني بدنا أنه هالحفلة اللي صارت الناس هيك بعد صيفية جميلة جدا فقدت الأمل الناس قالت لا صرفنا صرفنا كم ألف دولار بس خلص هي آخر مرة ما بيصير ما بيصير نحن زخيرتنا نحن ثروتنا هن اللبنانيين هن اللبنانيين راح تابع بمواضيع لطراحها لودريون بس أنا وياك معوادين بحوار أونلاين وأنا طوالت كتير عليهم اسمع أراء المستمعين والمشاهدين إذا عندهم هيك شوية مداخلات ممكن يضيفوا نكهة أو ممكن يعطونا كمان أفكار جديدة على مسار حلقة الليلة بحوار أونلاين فيهم يتواصلوا معنا على 01325 555 على الخلوي 76 611 003 وفيهم كمان على الفيسبوك اللي عم بيشوفونا على الفيسبوك يعلقوا على مسار الحلقة ويكونوا معنا بمداخلات المسار الثالث يعني حكينا عن عندي اتصال برحيخد أول اتصال مساء الخير مين معي أهلا وسهلا تفضل أول شيء كلنا كرام للشاهد الحي الله الله خليه بتحفظ يعني ما بعث نحنا المحكمين بنصيبة يعني 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 نحنا عنا جارة جارة شريرة وجارة شيطانية وعننا جماعة آآ جرمين قاعدين بأذنى على الحدود يعني ما بعث كل مرة بيش هلأ اليوم بلش الأسط هني فتحوا العملية وهلأ مكملين وصار في اليوم عم بسقو الضحايا ويمكن تكبر عنا ما حدا بيعرف بدي بدي عارف أنا ليش مجبور أنا الضامن مع شخص بعرف إنه انفجرلي الآدي طب عولي من سنين لهلأ عامللي نهر دم يعني من 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 شأول شهيد هو شهيد الحي الموجود عنده قل عم يحكي وبالجاية وصابتي أكتر من مرة وطالع فيهم آآ بالمحاكم دولية وبالمحاكم داخلية وشوفني هون كيف عم يقصوا المحاكم الداخلية عرفنا أنه محمود هاي يتجرب يقصوا بطرس حرب عرفنا وقصنا غفضوا يسلموا يعني ما بعرف شوال مضخرة هاي العايشين نحنا شكرا شكرا وصلت الفكرة شكرا لألك بدي تعليق سريع على المشاهدين والمستمعين يعني أنا من اللي يعني عانوا من هالحالي مش بس أنا أنا في شهداء يعني استشهدوا فعلا بير جميل من ثلاثة أيام كنا صحيح نحتفل بذكرى صحيح في عنا جبران في عنا الرئيس الحريري في عنا عدد كبير من الشهداء اللي الشبهات وأكتر من الشبهات حتى حكم من المحكم الدولي كان على حزب الله بس بس مع ذلك مع ذلك أمام شراسة العدوان الإسرائيلي نحن نضطر من جهة نضامن مع أهلنا بالجنوب ولأ يعني عنا شهداء صحيح عم بيتفضل اليوم فيه شهداء عنا شهداء نضطر نضامن معهم وبدنا نضامن معهم وبدنا نوقف بوج العجرة في الإسرائيلي بس بدنا نوقف عطاء الحجج للعدو هيدا اللي أنا متفق معه إنه بالنتيجة نحن عم نجي شو عم نعمل عم نزدي نصائح من اليوم الأول أول مرة رجع عاد التواصل الحميم ما رح سمي حميم التواصل الدقيق وال مع حزب الله الاستاذ وليد جنبلاط صحيح تقول لهم شو تقول لهم او على الانزلاق ما تخلون يستدرجوكم وهيدا الموقف بعده موقفنا بعده موقفنا لأنه الجريمة بحق كل واحد مننا إفراديا يمكن نحملها مع أنه ما بتنحمل واستهدفت يعني شريحة من اللبنانيين لسبب ما وكانت أول خطوة بالإنقلاب الزاحف اللي غير الأوضاع بلبنان اللي انتهت بالإنقلاب 2008 واشتياح بيروت ومن ثم إبعاد سعد الحريري انتخاب بالشيال عم كل واحدة سياق واحد بس مع ذلك العدو يبقى العدو الإسرائيلي بس نحنا من روح من كب حالنا تحت منسهلوا المهمة يعني إذا نحنا خلينا قاعد عم بيقلك أنا ما بقدر رجع القرويين عندي على مدى كذا كيلو مات وبالتالي بدي هجر لك أهلك على مدى كذا كيلو مات طيب قاعد الأهل مين مسؤول عنهم شو مين مسؤول عنهم عبد اللهيان مين مسؤول عنهم مسؤول عنهم الدولة اللبنانية وسيد حسل شخصيا اللي هو ما زال القرار معه نحنا من ناشده أنه يا أخي أنت أبرزت ونحنا كلنا معك التضامن مع غزة لأنه صار فيه مدبحة ماشي بغزة العالم كله مش بس نحنا الشعب الأمريكي تظاهر يمكن الغربيين أكتر من العرب بالنتيجة وبعدين ما شفنا من دول الممانعة يعني ما عدا هالكم صاروخ الحوسي اللي يعني ضحق عدون بالنتيجة هون في بلاد وشعوب عم تلعب مصيرها أستاذ مروان إحمادي يعني عندي كسافة اتصالات بس قلت للمستمعين اسمحلي بس اخد دفعة منون قبل ما تامي حواري أنا وياك مين معي مساء الخير ألو بونسوار تفضل أنا الحقيقة اليوم سمعت تصريح وزير الدفاع وهو ضابط متقاعد من الجيش بيقول أنه الحل هو عند مجلس نواب بتعديل قانون الدفاع أنا بتمنى عن نواب يعني يعملوا صيغة غير قابلة للطعن يعني يقروا كل الاقتراحات ولقوا صيغة غير قابلة للطعن مشان يحلوا هالمشكلة شكرا لمدخلتك حكينا بالموضوع وهذا هو موقفنا يعني أنا طابق بدأ يلتقى بين الصيغة صيغة طبعا مجلس الشورى ما بيلغي قانون بس ما بدنا نروح نصدم بالمجلس الدستوري وبالتالي صيغة لازي بتكون استهد في شخص واحد بس معاه لشي وضع معي كمان اتصال مساء الخير من معي آه ألو ألو تفضل آه كيفك جورج مرحبا لستيز مروان ابن ابن المنطق طبعو لي وجاري أنا من دائر الأمر بس عيش بكندا كيفك استيز مروان أهلا يا حبيبي والدائر حبيبة القلب التوأم طبع ضايقتي نحنا يعني اول شي من عزك برغم أنه مش دائما من عيد وجهة نظرك بس أنت زلمي يعني بقول عميد السياسي والاعتدال بالمنطق فعندي سؤال لحضرتك يعني أنه أنا عايش بالاغتراب بس وقت بتسمع شوية بتفاجأ أنه شو رأيك وشو ردك وقت الرئيس الحكومي اللبناني يالدي هو رغم شكوك بوضعه أنه هو حكومي انتقالية ومنة شرعية بيطلع بقول أنه قرار الحرب والسلم بيش بيش بييد الدولة اللبنانية وبالوقت ذاته مش عارف أنا يعني لا قرار حرب والسلم بييد الدولة اللبنانية ولا قرار إعادة النزوح السوري بييد الدولة اللبنانية ولا قرار رئيسة الجمهورية بييد الدولة اللبنانية ومشوف الموفدين بيجوا تحسوا اللبنانية يعني هايدي أكتر شي موسيقى نحنا يعني بتبين انه نحن بعدنا شعب قاصر للأسف. بده يجي مين دايما فوق منا يضغط علينا للأسف. وزا طلع واحد قال له للغرب انه ما تدخلوا بهجمون لبنانية. ما معي كتير وقت. بس شو السؤال? فرؤية شوية يا جورج. رؤية والله. من كندا. من كندا ومن الدار. حديث مع استيز مروان ما بيتفوت. ما بيتفوت. خلاص عمل لك عمل لك بكل وضوح. يلا بيت. اوكي. شو رأيك قلب كل الوضوح? يعني ما حق بكل اللي حكيه. ما حق باللي حكيه. بس انه بالنتيجة نحنا شايفين هذا التدحرج نحو اللا دولي. من سنوات. مع انه كان شعار 14 ادار بمرحلة ما العبور الى الدولة. نحرت 14 ادار. اولا يعني الاكثر فعاليه والاكثر كاريزميه فيها قتله. اه. اه. ايه. بعدين اه. الانقلاب صار انقلاب منهجه. اه. اه. وصاروا يجوا رؤسة الوزارة. حتى رؤسة الوزارة مبدئيا طالعين من 14 ادار. اه. اه. ربطين نزاع مع حزب الله بيبعتوا الوزراء بيحلوا المشاكل هم تحكي عن رئيس سعد الحرين هم بحكي عن فترة ربط النزاع بس كمان بحكي دفعت تمان ليس سعد الحرين ليس سعد الحرين انه تم الانقلاب علي سد 2011 هو فيت على البيت الابيض يدافع على الملفات لبنانية مشايك وبالتالي مين اجا محلو مش الرئيس نجيب ميقاتي مين موجود اليوم رئيس نجيب ميقاتي فيك تفصل بين هالموقعين الا المرحلة اللي صار فيه صار فيه استلام لرئيسة الجمهورية ثم تركت رئيس بين هلالين وانا حكي سؤال حبيب انا اسأله حضرتك حكي عن عميد السياسيين بلبنان المستمع اللي طلع من خارج لبنان شو رأيك بتجربة الرئيس الحريري وليش راح هيك قعد نعزل برا معادة عطا السياسي ومنع حتى كل طيار المستقبل بلبنان انت كمروان احميد هيك باختصار كتير هيك بين هلالين وخارج سياق حلقتنا شو رأيك بتجربته يعني انا بعزه كتير كشخص بس اخطأ خطأ اخطاء جسيمي هي ربط النزاع هي القبول باندثار اه اربطاش اذار لانه القوة الكبيرة باربطاش اذار صارت تطهر منها وبنها الحزب الاشتراك صحيح طيب اول من ضهر الحزب الاشتراك تركونا مجلس وطني صغير كنا قاعدين فيه الكتاب بقيوا معنا بعدني بتذكر الساسين ساسين صحيح مع دكتور فيرس سعيد وكذا وإلى آخره وابدا تشلونا بالمرة بعدين ارتكب خطأ عم بلك ضحة هو بحاله بالالفين وحد عشر ثم ارتكب الخطأ الجسيم بالأتيان بميشيل عون مقابل رئاسة وزارة شو كان مضمون فيها ماشي غير المكاسب أما سياسيا مفشي بالعكس كفان ويطلب منه يرجع للحياة السياسية انا بلاقي انه مسؤوليته يرجع هو ابن رفيق الحريري ورفيق الحريري دوليا ممنوع بقوله او مش مرود فيه دوليا ممنوع احدا بيمنعه يطلع بالطيارة ويجي يقعد هون بتشوف كيف الناس بتروح لعنده بس بده يجي يمثل الرأي اللي مضيعينه صرنا يعني فيه طائفة لبنانية صارت لبنانية لبنانيتها فاقت الاخرين هني الطائفة السادية وعروبتها دايما ثابتة انسجمت باللزام الدموقراطي والبرلماني وكذا والاخري ما بتنترك هيك ما بتنترك اليوم وقع الطائفة السنية برأيك نواب السنة كتلة تنوع الموجود فيه تنوع فيه تنوع فيه الناس ممتازين بس بالنتيجة ما فيه انسجام بين حدا مش عبول لازم يصير فيه تكتل طائفة للطائفة السنية بس طائفة السنية طائفة وازنة وازنة لها امتدادات العربية الشاملي يعني كان دايما هي المعبر الى العالم العربي الى مصدر الثروات والانفتاح والتوظيف في الخارج يعني ما بتنترك هيدي ما بتنترك لذلك انا بقول له لا ارجع رح ااخد اخر مداخل صوتية لانه بدي يعني عندي بعض ملف رئيس الجمهورية وجولات اللقاء الديموقراطي على الاطراف السياسية واذا فيه شيء من وراها يعني ما يعني عامين حكى باشية بملاف رئيس الجمهورية اكيد حكينا عن التمديد وعن الالف وسبعمية وواحد اه مسأل خير مين معي بتقدم التغنيه شوية للمستمع او المشاهد يلا مناخد تسمعني تفضل اه مرحبا اه 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 بس بدي اسأل سؤال انا اليوم بالدولة يعني انا تسمية الدولة الابنانية كدولة اليوم حيالا دولة اليوم بيكون عندها جيش يا خي قادر مثلا اليوم اسرائيل صرى مثلا خمسين سنة ستين سنة بتعتدي على لبنان وما بعرف لا بيقدر حدا يرده لا الجيش بيقدر يحمي حاله لا عنده طيران ولا عنده سلاح وحتى السلاح اللي بيتسلمه بيقول هيدا ممنوع وهيدا مش عارف شو كله عبارة عن سلاح بسيط يعني بكل هالرأس اللي اجوا بكل هال ما بعرف شو هالسياسات اللي كانت على مدى خمسين سنة ما كان في حدا عم بيفكر كيف يبني دولي مظبوطة يعني كله كان تارك هيدا الشي للأحزاب وما بعرف شو حتى أكبر دليل انه كل الأحزاب اللي كانت مشاركة بحرب الأهلية هي اليوم شكل مجلس النواب ومشكل الحكومة شكرا 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 لمداخلتك رح اخد آخر مداخل اللي عنه كمان مروان بعتقد من الجبل تفضل مروان مساء الخائد إليك أهلا 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 حبيبي حبيبي مروان أهلا 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 مروان حبيبي أنا 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 بدي أقول أنه معك حق أنه نحن ما نوقف بوجه العدو وباللي عبي مارسه على أهلا أهلا الفلسطينيين بغزة ولكن نحن ما نوقف بوجه العبيبي بالشعب اللبناني بقرارات عشوائية وخطط فاشلي مثل الموازنة يا أستاذ مروان الشعب كفر الشعب ما بقى معه يجيب دواء كلنا صرنا عماني ما بقى فيه فقير وغني بعدين مع احترامي لسعاد الشامي عايش بكوكب آخر نزل جلب بهال يعني هاي الجريمة اللي عبي ارتكبها هو وفريق اللي عبي يعمل هالموازنة اللي هي بادة الشعب اللبناني وقضت على الاختصار وكونك نائبنا وبتمثلنا وكتلة الديمقراطي والنواب الشرفة بنطلب منكم ما تمشي هالموازني لا بمرسوم ولا بغير مرسوم وتحافظوا على ودايع الناس على تعب الناس على المغتربين لترجع السقة للبنان ويصعد شكرا لمدخلتك مروان كيف ترد على تمام معه حق تماما ونحن عم تجاوبه أولا كعضو باللقاء الديمقراطي نحن تصدينا لسعادة الشامي بعدة مشاريع وصديناها وصار يعني بيهرب من المواجهة بالمجلس لأنه بيعرف إن جو النيابي ما بيقبل هذه السياسة التدميرية للاقتصاد اللبناني اللي وصلت للقمة مع حسان دياب حدا بيعلن قدام العالم كله إفلاس بلد اللي كان أحيانا ما عنده عشر اللي كان عنده إياهن النهار اللي حسان دياب أعلن إفلاسنا ودايما كنا نحترم توقيعنا كدولة لبنانية خلال الحرب أحلك قيام الحرب كان دولة لبنانية تحترم توقيعها ومن هيك الباقي لبنان يعني ما كان عنده 30-40 مليون دولار مش 24-25 مليار دولار فهيدي السياسة في إلى جانب المؤامرة التي استهدفت تباعا كل المؤسسات مع حق مروان أبو عجرم كل المؤسسات في ومنها الجيش هلأ يعني آخر شيء بس استهدفت أيضا القطاع الاقتصادي كل الاقتصاد استهدفت الموظفين تهموا أنه لطيف سلسة الرتب هي فلسة لبنان لا المليار وميتان اللي راحوا بسلسة الرتب أقل من اللي كان مفروض يدفعهم سعاد الشام تنقلب نقلب الكمبيلات ويبقى لبنان عضو رح تصوته مع الموازنة رح تنرؤ الموازنة لا أنا ما صوت مع الماضي ما بصوت مع هاي أبدا لأنه هاي دي مدبحة يعني كيف مدبحة غزة بحق المواطنين هاي مدبحة بحق المواطن المسالم قاعد ببيته جيت قشته ما تبق عنده بالقيم المضافي وبالدرائب بالكذا ما بقوت حدا بيقدر لا يملك ولا يشتري ولا يبدي ولا يسجل ولا يروح على ولا يكون عندي يغتري سيارة ولا يشتري حتى يشتري أكل هاي دي الأمور شيفك سؤال على الفيسبوك هلأ برجع بطرحه بس خليني تابع معك يعني بدأ ارجع لجولة اللقاء الديموقراطي رئيس الحزب الاشتراكي تايمور جنبلاط على الأطراف السياسية شفنا زار عدة نحنا بدنا بنسهل انتخاذ شفتنا شفتنا من الأساس يعني عرضنا ترشيح سليمان فرنجية يوم بتقبلوا بسليمان فرنجية لأنه بعد اللي صار بغزة وبالجنوب سمعنا سمعنا رئيس سابق وليد جنبلاط للحزب التقدم الاشتراكي عم بيقول انه اي رئيس افضل من البلاش ما في شك اي رئيس افضل من هذا بس هذا مش اي رئيس هذا رئيس حسن نصر له كانت لفتي زيارة الوفدة اللقاء الديمقراطي على بيت الكتائب المركزي زيارة وفد كتير كبير واجتماع كتير مواجه اكتر شي لأينا في انسجام بالفكر بالمطالب شو حكيته شو ممكن يطرع من هذا كل شي كل شي هلأ طرحناهم من قيادة الجيش كلها منتفئين من رئيس الجمهورية بكنا منفتحين من الاصرار على عدم انسلاق لبنان الى حرب حتى ما يتدمر كله يعني حرصت على الجنوب حرصت على اللبنان ككل على ما تبقى من البنى تحتيش يعني اذا اليوم انضربت الاتصالات وما تبقى من كهرباء والمي والجسور والمطار مين بدوا يعمرون عند مين فيك تحكي بقى مرحدا بيسلم علينا بقى يا اخي من وراء السلاحة شو الخطوات اللي ممكن تعملوها انتو وحزب الكتائب لا مع المعارضة نأمن سلامة الجيش مهم نأمن بهم خبات رئيس الجمهورية فيش خبات رئيس الجمهورية هل هناك جديد ما ممكن احكي عن مرشع توافق خيار ثالث اليوم قالها بصراحة لقدر اليوم مش متل المرط السابقة هي وردت على لسانو بس هالمرة ببنا نقول الاسم لانه دغري بيجا بيصيروا يحرقوا مشينا بمشيل المعوض بجهاد ازعور رجعنا نفتحنا على عدة اقترحات صلاح نيمو نعمة فريمو سقطت ورائة العماد جوزيف عون بغاية بعدها موجودة نحكي بالامن العام كبير المرشحين بايسري بايسري شاب طيب من شهداء اربط عشر ازار انا بقى تبرو نجرح مع الوزير صحيح دولة الرئيس نياس المر وكانت طرح اسماء لودريون ولا لا 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 طرح اسماء ابدا ابدا برأيك هل دنت ساعة انتخاب رئيس جمهورية ولا لا الموضوع اليوم فيه التنديد لأيدي الجيش فيه اليونيفل موضوع رئيس الجمهورية كانت محطات سريعة عدم الدخول في الحرب للحفاظ على اللبنان تأمين الجيش وسلامته ووحدته والانصراف الى انتخاب رئيس جمهورية توطئة لاعادة المؤسسات اللبنانية عندي سؤالين من المستمعين او المشاهدين عندك ياهم على الفيسبوك وعلى التويتر على تويتر بيسألك عن حملة التخوين اللي عم يتعرضو له كل رأي آخر عم بيصير بخصوص الوضع بالجنوب عم بي اعلاميين وغير اعلاميين عم يتعرضوا لحملة التخوين كله هيدا ما عاد يغش حدا خلاص طيب السؤال تاني ماجد الموسى وبيقول لانت قوم قيامة لبنان الا عندما يأخذ قراره بنفسه هل لبنان اليوم اخذ اخر سؤال اخر مش ااخد قراره بنفسه قادر ياخد قراره بنفسه عن كل لبنان ما بيصير بازم لبنان ياخد قراره بنفسه بس بنفسه بالمشاركة هيدا بلد بلد العيش الوشترت مروان احمد يخايف اليوم من حرب جديدة من المستقبل شو نطرنا اليوم العالم خايفة يخايف من كل شي متل العالم من كل شي يعني بتطلع من هالمحطة ما بتعرف شو شو نطرت الفقر على الابواب مش على الابواب دق كل باب وفات على كل بيت ونحن على تماث مستمر مع اللي بده مش قادر يحط ولاده بالمدرسة مش قادر يكفي فاتورة مستشفى مش قادر يجيب مزود يتدفى بالله نحن ولاد الجبل عندنا هالمشكلة كمان مزود ما فيه وهي شتوية ان شاء الله تكون قاسية ويجي تلج ومي بس ما بدك كمان الناس دل عايشي استاذ مروان احمد النائب مروان احمد عدو اللقاء الديموكوراتي انا بدأ اشكر حضورك شكرا استاذ دايما حضورك ميز وانت عزيز ضيف عزيز على صوت لبنان وانتو عزيز شكرا لألك بنهاية اللقاء قطيب التحيات مني ومن فريق عمل برنامج حوار اونلاين كمان انا بوجه لهم تحية وعم تعابهم معي الى اللقاء الاسبوع المقبل اذا على الرأس اشتركوا في القناة